لدي ثلاث مسائل كتابية هنا وما أريد عمله في هذا الفيديو ليس حل هذه المسائل ولكن فقط صياغة المعادلة التي يمكن حلها حتى نحصل على جواب المسألة وأساسا سوف نقوم بوضع النسب أو التناسب في الحالتين ففي هذه المسألة الأولى لدينا 9 أقلام وثمنها 11.50% دولار والسؤال هو كم ستكلفنا 7 أقلام؟ دعونا نفترض أن x تساوي الإجابة بالتالي x تساوي تكلفات الأقلام السبعة cost 7 markers والطريقة لحل هذه المسألة هي أن نضع نسبتين ثم نساويهما ببعضهما البعض بالتالي يمكنك القول أن نسبة الأقلام التسعة إلى تكلفة الأقلام التسعة إذن عدد الأقلام وهو 9 إلى تكلفة الأقلام التسعة إلى 11.50% هذا يجب أن يساوي النسبة للعدد الجديد من الأقلام وهو 7 يساوي العدد الجديد من الأقلام وهو 7 إلى مهما تكون التكلفة الجديدة أو مهما تكون تكلفة الأقلام السبعة أي إلى x دعوني أجعل x بالأخضر إلى x بالتالي هذا تناسب صحيح تماما هنا نسبة 9 أقلام إلى تكلفة 9 أقلام تساوي تساوي 7 أقلام إلى تكلفة 7 أقلام ثم يمكنك حل هذه لكي تجد كم تكلف هذه الأقلام السبعة ويمكنك أن تقلب كلا الطرفين ويبقى التناسب صالح يمكن أن يكون لديك 11.50% 11.50% إلى 9 أي النسبة بين تكلفة الأقلام التسعة النسبة بين تكلفة الأقلام إلى عدد الأقلام التي تشتريها أي 11.50% إلى 9 تساوي تكلفة 7 أقلام تساوي تكلفة 7 أقلام تساوي نسبة تكلفة الأقلام السبعة إلى عدد الأقلام إذن كل ما عملته هو أنني قلب طرفي هذه المعادلة حتى أحصل على هذا الشكل هنا يمكنك أن تفكر بالنسب بطرق مختلفة يمكنك القول أن نسبة 9 أقلام إلى 7 أقلام نسبة 9 أقلام إلى 7 أقلام سوف تكون مساوية إلى النسبة بين تكلفتهما سوف تساوي نسبة تكلفة الأقلام التسعة إلى تكلفة الأقلام السبعة ثم يمكنك قلب أطرفين بالتالي يمكنك القول أن نسبة 7 أقلام سوف أكتبها بنفس اللون الأرجواني نسبة الأقلام السبعة إلى 9 أقلام هي نفس الشيء كنسبة تكلفة الأقلام السبعة إلى تكلفة الأقلام التسعة وذلك هو 11.50% بالتالي كل هذه سوف تكون تناسبات صالحة أو معادلات صالحة تصف ما يحدث هنا ثم يمكنك فقط إيجاد حل X لنعمل على حل هذه هنا لدينا 7 تفاحات ثمنها 5 دولار فكم تفاحة يمكنني أن أشتري بـ 8 دولار؟ إذن مرة أخرى يمكننا القول أو سوف نفرض أن المطلوب وهو كم تفاحة؟ كم تفاحة؟ لنسمي ذلك X وهي ما نريد إيجاد حله بالتالي 7 تفاحات تكلفنا 5 دولار بالتالي لدينا النسبة بين عدد التفاحات وهو 7 وتكلفتها 5 سوف تساوي النسبة بين عدد آخر من التفاحات وهو الآن X وهو الآن X وتكلفت ذلك العدد من التفاحات وهو سوف يكون 8 دولار بالتالي لاحظ هنا في الحالة الأولى المجهول كانت التكلفة وكأنه لدينا عدد من التفاحات إلى تكلفتها وعدد من التفاحات إلى تكلفتها والآن في هذا المثال الشيء المجهول هو عدد التفاحات بالتالي عدد التفاحات إلى تكلفتها وعدد التفاحات إلى تكلفتها ويمكننا عمل كل السيناريوهات هكذا يمكن أن تقول أيضا أن النسبة بين 7 تفاحات وX من التفاحات سوف يكون مساوي إلى النسبة بين تكلفة 7 تفاحات وهي 5 وتكلفة X من التفاحات وهي 8 ويمكنك بشكل واضح أن تقلب الطرفين في كلاهتان المعادلتان حتى تحصل على معادلتين إضافيتين وأي من هؤلاء سوف تكون معادلة صالحة لا ندعونا نحو لهذه الأخيرة حيث لدينا وصفة كعكالي 5 أشخاص سوف أستخدم ألوان جديدة هنا وصفة كعكالي 5 أشخاص تحتاج إلى بيضتين تحتاج إلى بيضتين فكم بيضة؟ بالتالي نريد أن نعرف كم بيضة سوف نسميها X ولا يجب أن تسميها دائماً X يمكن أن تسميها شيء آخر مثلاً E ولكن E ليست فكرة جيدة حيث أن هذا الرمز يمثل رقم آخر في الرياضيات يمكنك أن تسميها YZ أو أي شيء ABC إذن كم بيضة نحتاج لعمل كعكالي 15 شخص؟ كم بيضة نحتاج لعمل كعكالي 15 شخص؟ ويمكنك القول أن النسبة بين الأشخاص إلى البيض النسبة بين عدد الأشخاص إلى البيض ثابتة بالتالي إذا كان لدينا 5 أشخاص لبيضتين لبيضتين عندها لـ 15 شخص إذن لـ 15 شخص سوف نحتاج إلى X من البيض هذه النسبة يجب أن تكون ثابتة حيث 5 على 2 سوف تساوي 15 على X ويمكنك أن تقلب هذان الطرفان أو يمكنك القول أن النسبة بين 5 و 15 النسبة بين 5 و 15 سوف تساوي النسبة بين عدد البيض لـ 5 أشخاص دعوني أعملها بلون الأزرق بين عدد البيض لـ 5 أشخاص 2 والنسبة وبين عدد البيض لـ 15 شخص X ويمكنك أن تقلب كل من طرفي هذه المعادلة إذن كل ذلك هو أننا وضعنا صيغ التناسب التي تصف كل من هذه المسائل ويمكنك بعد ذلك أن تحصل على الإجابة بأن تجد قيمة X أدو كفBrfe